مرحبا حضراتكم مرة تانية لسا مكملين أخبارنا في البيت الكبير وخلاص يمكن عرفنا آخر استعدادات النادي الأهلي لمباراة بكرة ومواجهة مهمة جدا أمام بطل النيجر سونديم زي ما انت قلت يمكن خلاص فرقنا يمكن استعداداته بشكل جاهز تمنت بكرة إن شاء الله كمان هنحاول أن احنا نعرف كل التفاصيل اللي تخص فرقتنا قبل لقاء بطل النيجر بكرة بإذن الله لما نقول دايما أن العمر لاحظ عارف أنت دايما يقول لك إيه أصل العمر ده ما بيتقسش برقم أصل أنت بتحسب عمرك بحجم التجارب اللي أنت عشتها ما بتعيشهاش أو ما بتحسبهاش بعدد السنين اللي أنت عشتها مش عارف أنت مع الحكمة دي ولا لا مع الحكمة دي خاصة بيبقى فيه كده أساطير في قرط القدم بتعمل إنجازات مقارنة بسنها أنا ما ليوم الأساطير كرط القدم أنا بسأل دلوقتي أنا بسأل دلوقتي يا جماعة سؤال عادي جدا لا طبعا الخبرات هي اللي بتقيس أنا أنا في وجهة نظري الخبرات بتقيس عدد سنين الناس يعني ممكن الناس يكون عندها سنين كبيرة جدا لكن خبراتها قليلة وبالتالي يعني بتنعكس على تصرفاتها وفيه ناس كون سنها صغيرة عندها خبرات كبيرة فكمان ده بينعكس على انتباعاتها وعلى قراراتها في الحياة ده أنا أنا وجهة نظري ولو تكلمنا عن الرياضة بشكل خاص يبقى الرياضة كمان بتخش في الجزء دي إن فيه أساطير وصلوا لسن معينة ممكن الناس تقول آه ده يعني سن كبير ما قدرش يعمل حاجة إبراهيم يوفيتش على سبيل المثال سنه كبير لكن بيقدم ده أكتر من رأى كان غير منتظر كمان عندنا خبر ورونالدو النهاردة يمكن النهاردة يعني يوم بعد يوم بيأكد أن المقولة ديت صح يا جماعة النهاردة العمر بالنسبة رونالدو فعلا مجرد رقم وخاصة أنه لحد دلوقتي لسه بيحطم الأرقام القياسية نجم يوفانتوس طبعا وزي ما احنا عارفين هو خلاص بقى عاشق للألقاب والانتصارات النهاردة بيقود بيقود فريقه للفوز وفوز مهم جدا على أودونيز الحقيقة إمبارح لو تبعت المباراة إمبارح يعني كانت نتيجتها أربعة الواحد طبعا ده ضمن منافسات الدوري الإيطالي رونالدو سجل هدفين من الأربعة دول وعزز بيهم موقعه في جدول الترتيب إمكان النهاردة بيحطم رقم أسطورة أخرى اسمها بليه وده بعد ما أصبح تاني أكتر لاعب تسجيلا للأهدف في المباريات الرسمية في تاريخ كورة القدم النهاردة يعني بيحرز الأهداف دي احنا عندنا 757 هدف 758 هدف عفوا مقابل 757 لبيلي فإحنا بنتكلم النهاردة عن عدد هو ترتيب الهدفين الرسمية بتكلم بالنسبة لأهدافه في كل الدوريات وكمان منتخب بلاد والمنتخب وأي نادي لعب فيه الحقيقة يعني مش بس يوفينتوس النهاردة فإحنا بتتكلم على أسطورة النهاردة بتحطم الأرقام القياسية ترجمة نانسي قنقر